كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان كل واحد لما عنده كتير عنده قليل كل واحد تازين مخطته لولا يعني توحد ما كيقول لولا كذا أو كذا فالحياة هي هكذا لكن هناك واحد صنف من الناس كيكون عنده المستوى دي المشاكل والعقوسات كيلقها ربما متصاعدة جدا كتيرا كتير من القياس يعني كيحس بأنه في وضع غير طبيعي فيما حطدو كيرقا ما كينجح فيما درشا سيسفقا ما كيربح فيما درشا علاقة إنسانية ما كتتستمر وتواصل كي تسائل المشاكل نعم للشدائي نعم ولكن هذه راكتر من القياساتش كتير أش كيفسرو العلماء؟ كيفسروها؟ بأنه طبعا هذا نصيبك ورزقك وقستك من الحياة لكن هذا كيسموه إنه واحد المرض مرض كي يصيب الإنسان اللي هو كيسموه بالدريجة التابعة كيكون الإنسان متبوع متبوع يعني فيما بشا بيقدش غرض من الأغراض إلا وكيكون متبوع شنية التابعة هي روح خميتة هي بحل الفيروس بحل الفيروس الكورونا اللي كندا حسنا لأزمة ديالو لا يرى بالعين المجردة ولا يلمس باليد لأنه كيبد كأنه خفي وهو موجود هو خفي يعني المنطق العقلي غيقول لك لا وجود له غير الكلام دي الأطب ولكن اللي غي تصاب به غيشعر بالداخل في الجسد ديالو غيشعر بالألم الفضيع وبالحمة الشديدة القاتلة وجهاز تنفس ديالو كيبغي يصمت هكذا هي التابعة هي واحد المخلوق لا يرى بالعين المجردة ولا قلتها للناس غني كذبوك لأنهم لا يشاهدونها لكن المصاب بها هو اللي شعر بالدقة ديالو كيشعر بأنه مقيد في يديه وأنه عنده واحد دائرة مغلقة يسير حولها وأنه في ممشا ما كتقنش حياته فعلا هاتتابعة موجودة وكان سيدنا سليمان عليه السلام ليعطاه الله تعالى واحد القدرة على أنه يتحاور مع العالم الآخر من العالم الجن وغيرهم كان يتحاور معهم وكان يحكمهم والتقى بهذه المخلوقة اللي يتبع هي واحد المخلوقة غريبة صورتها مخيفة من لي قل يا سيد سليمان من أنت قتلي أنا التابعة أنا مفرقة الأحباب أنا مخربة الضيار أنا ماحقة البركة أنا كذا 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 هي الدور ديلها تتلدد بأن تؤذي الآخرين هو الإنسان رأى هو مضرور للحياة صعبة رأى الدنيا صعبة المشاكل دي الدنيا كثيرة ولكن إذا جاءت مشاكل الدنيا وازنع لها التابعة رأى يعود الإنسان مقهور القهر الشديد هالتابعة هذه هي كان سيد سليمان ضرب عليها ما يسمى بالعهود السليمانية الثمانية دل على واحد العهود حتى لا تقرب المؤمنين ولكن مع مرور الزمن هذه العهود تلاشت وبقى تتابعة هي عندها درية عندها درية كثيرة تنتشر كل صباح كتقول لهم انتشروا وكي يبدأ يقلبوا على شو واحد من الخلق خصوصا اللي هو مهموم ومكروب كي يلقوا سهل أنهم يحيطون به ويشاركونه لذا كيوقع المشاركة كما قال القرآن الكريم عن الشيطان وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا كيدخل معك في حياتك في الجلد في العمق ديالك حنا اللي عندنا الأهم هو كيف نتخلص منها هالتابعة إلا بقات مع الإنسان ركت تكون بحال ضل اشتر ضل في الممشيتي كيتبعك وفيما درت أي حركة كي يكون معك هي إلا بقات مع الإنسان ركت عذبه را نزوج لا صحة عمرهم يجمع الفلوس عمرهم يدير السمعة الطيبة مع الناس أقل حاجة يتصبغها هي أن دائما كيتكلموا فيه سمعة سيئة كي يقول لفلان رادير وفيه داو كيتكلموا فيه بالسوء والعياد بالله عنده التابعة هذه التابعة باش نحيدوها اللي كيهم هو نحيدوها باش نحيدوها بطريقة بسيطة للغاية وهي أن الإنسان غير يشعر بأن عنده التابعة يقرأ وحد صورة مباركة رب يزعى في كتاب العزيز هي البلسم وهي اللي كتنهي القوة والسلطة دينها التابعة وهي قراءات صورة الليل ربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن العظيم فيه أسرار وكل صورة من صور القرآن إلا وعندها وحد الأسرار ربانيا لا يعلمها إلاه صورة الليل لما كتقراها وطرا إما مرة وإما ثلاثا وإما خمسا وإما سبعا بنية إزالة التابعة ما كتبقاش صورة الليل لك يقول فيها الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنغار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى كتقروها عند الليل لأنها تبعك كتلشط بالليل هي بظهر عند عند ظهور الشمس لكتكون الشمس حارة هي كتكون ضعيفة دبيبها ضعيف ولكن لما تحمر الشمس وتصفر الشمس وتغرب هذه الشمس هي كتقوة كتعلانا وحد القوة وتأثير شديد على بني آدم وكتبقى تتلهى بهذا الإنسان وتأخذ منه وحد المادة في جسمه كتسمى رحيق الحياة كي عدبهت كتحيذر الرغبة في الطعام الرغبة في النوم الرغبة في الاستحمام الرغبة في مشاركة الناس الأفراح بيمشي للعرس بيصافر كيبقى دائما سد عليه الضار وطفع عليه الضوء وعيش وحيد كيف يفكر في الماضي ديانو وفي المآسي هي كتتغدى عليه هنغسى نحيدوها نهائيا باش نحيدوها ببساطة للا خديجة كل ليلة قبل ما تناسي غتقرأي صورة الليل قريها مرة أو ثلاثة مرات أو خمسة مرات أو سبعة مرات وثريا من اللي كتقرأيها رهي كتتخنق كتتخنق وغتمشي وربما ترجع لك مرة ثانية أو ثالثة ولكن إن عدتم عدنا إن عدتم عدنا كنواضب على قراءة صورة الليل كل ليلة وربي عز وجل ينجيك منها وبالنهار دائما كنقوي الدات دياني بماذا نقويها بالصلاة على النبي المختار الصلاة على النبي فيها الأنوار من اللي كنصلي على النبي الكريم كنك تاسب أنوار 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 بلك يجي الليل كتكونت الأنوار ديالك تتراء من بعيد كيكلوا الأرواح الخبيثة كيشوفوك ما كتباش لهم الظلام كتبانهم تكون لك أنوار ما يقداش يقرب منك نهائيا ما يقربش منك نهائيا لأن أنت معك ملائكة الرحمن فإحنا باش نحيدوا الأرواح الخبيثة كنا قرأوا صورة الليل باش نجيبوا الملائكة الرحمن ونجيب الأنوار ربانيا نكتروا من الصلاة على النبي المختار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغدائها وإن شاء الله يزل كل شيء لأنا خديجة نطلب الله تعالى الله يحفظك ويرعاك سيد المستمعين الله يجزيكم بألف خير أجي تعاونوا مع أخنا نحن اليوم تكلمنا على التضامن وأقل طريقة التضامن هي الفتحة دعاء وهو أعظم شيء في الوجود دلوح الدعوة دي الخير لعل ذلك الدعوة يتقبلها المولى جل جلاله وتمشيها الدعوة حتى تصل إلى عرش الرحمن وتسجد هناك ما شاء الله أن تسجد ثم يتقبلها الرحمن ويباهي بها الملائكة ويقول يا ملائكة انظروا إلى عبادي إنهم يدعونني ويستغيثون بي ولم يروني بعزتي والجلالي لا أستجيبن لهم ولو بعد حين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعود إليكم مستمعي الأفاضل ويسعدنا أن نستقبل مكالماتكم نبدأها من مراكش مع السحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله همولي بارك الله فيك ولله الحمد أخويا نحمد الله تعالى ونشكره بارك الله فيك الله يجزك بخير يا مرحبا نعم نعم يا ربية كريم يا ربية كريم يا ربية كريم الله يحفظك ونشيك سيد حميد يا ربية كريم بإذ الله يا ربية كريم الله يحفظك وربي رعاك وربي يفتح لك أبواب تسير وأبواب الفرج إنه سميع قريب المجيب شكرا لك السحمد نعم العكوسات ربما القرآن الكريم سمها الحظ السعيد والذي لا حظ له ربنا قال وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا دو حظ عظيم كل عنده حظ عظيم يعني عنده السعد عنده القابول في الممشاك القلق أبواب مفتوحة يولد وفي ثمه ملعقة من ذهب وخلق دائما الطريقة حوله معبدة وكي يلقى الناس يستقبله بالابتسامة وبباقات الورود والأزهار ودائما في الممشا الحمد لله عنده القابول هذا من نجب هذا القابول كي يعتبر الله من عنده ابتداء من عند الله وكي يتسمع كنصنعه باش كنصنعه أول شيء كي كل إنسان قلبه متصلا بربه لسانه رطبا بذكره وكي تلقى في واحد صفة أنه يسامح لبغى الزهر يكون عنده الحظ سعيد يسامح لأن ربنا عزوج المدقل والكاظ من الغيضة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم سياقوا الآية القرآنية قالوا العلماء بأن ما معنى ذو حظ عظيم سياق باش كنجيبوا هذا الحظ العظيم كتكون من الصابرين خليك صابر كتتعامل مع الناس لما اسبر غادي يقول لك وحد الرأي غادي يقول لك لا لابد أنك تطالب بالحقوق لابد أنك ترد الصعصاعين ومن رشك بالما ترشه بالدم هذا كله كلام شيطاني من سمع له أكون من الصابرين اصبر ودائما ادفع بالتي هي أحسن دائما في السنة المدافعة مع الآخرين مع الزوجة ديالك مع ولدتك مع الجيران مع الناس في العمال مع الناس في المجتمع ديما ادفع بالتي هي أحسن ديما اختر أجمل أسلوب أجمل صيغة في الكلام أجمل طريقة في التعامل استعملها دائما اشتهد في ذلك هنا غيصير عندك الحظ السعيد غيصير عندك ولكن دائما عنده العكوسات العلماء داروا وحد الوصفة وصفة سهلة مهلة ممكن استعملها هي أنك كل ليلة تقرأ صورة الليل صورة الليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنت هذا اللي عنده العكوسات واللي عنده الموانع واللي عنده التابعة كالسمة التابعة الله يستر كالقام تموع في محطد كالقامة عنده ظهر كالقامة كالقامة عنده صورة الليل كل ليلة وهذا مجرب هذا مجرب هو اجتهاد من طرف بعض أهل العلم والباحثين في أسرار القرآن ولما جربوه القوم فعلا بأن فيه وحد وحد البشارة عظيمة جدا فأسأل الله الكريم أخي أخي حسن وهد وهد هد 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 يوم الجمعة الدعاء مستجاب نسأل الله تعالى دي من الدعاء هو البلسم هو المفتاح للفرج أسأل الله تعالى سيدي حميد الله يفرج عليك الهموم اللهم تعالى ينفس عليك الكروب اللهم تعالى يزين عنك الموانع ويرزقك القبول ويرزقك الرضا ويرزقك البعض السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله